هلا والله اليوم حلقتنا عن أنجح إطلاق الجهاز ألعاب من حيث المبيعات بما أنه ما كان فيه إطلاق عالمي من واحد لأجزة قبل حاولنا نجمع كل المبيعات في الدول عشان نعطيكم للجموع والحين خلونا نبدأ في المرخز العاشر معنا جهاز نتندو دي اس الجهاز المحمول من نتندو هو المنافس لجهاز بي اس بي من بلاي ستيشن تم إطلاقه في سنة 2004 وقدم فكرة جديدة باستخدام الشاشتين بينهم متصين ببعض منهم ألعابه كانت نيو سيبر ماري برادرز و بوكيمون بلاك أند وايت وألعاب كثيرة مميزة طبعا غير البرتات من بعض ألعاب نتندو سكسي فور مثل سيبر ماري سكسي فور و دي دي كونغ ريسي الجهاز باع في أول أسبوع في بريطانيا 191 ألف نسخة و 87 ألف نسخة في أول نهاية أسبوع بمجموع 278 ألف نسخة في المرخز التاسع معنا جهاز الأكس بوكس 360 ويعتبر جهاز الثاني لمايكروسوفت تم اطلاقه في سنة 2005 وهو المنافس المباشر الجهاز بلاي سيشن 3 هذه المرة تركيز أكبر على خدمة الأونلاين إكس بوكس لايب وبتحديثات مستمرة وهالمرة صار فيه اشتراك مدفوع وتوفر مجموعة كبيرة من الخدمات مثل إكس بوكس لايب أركيد وشراء الأفلام ومسلسلات الموسيقى ومنشر العابة ماسف اكتو هييلو 3 وغير ستري الجهاز باع في أمريكا 326 ألف خلال أول أسبوعين وفي اليابان 62 ألف في أول يومين وبريطانيا 70 ألف في ثلاث أيام بمجموع 458 ألف جهاز في المركز الثامن معنا جهاز الدريم كاست آخر جهاز منزلي من سيقة الدريم كاست نزل سنة 1998 في اليابان وباقي الدول في سنة 1999 الجهاز كان مميز وخصوصا في يد التحكم اليد كان فيها ميموري وهذا الميموري فيه أزرار وفيها ميني جيم تقرى تلعب فيها الجهاز لقى نجاح كبير خصوصا في أمريكا لكن بسبب إعلان سوني عم بلاي سيشن 2 قل اهتمام بالجهاز بشكل كبير والمبيعات انخفضت بالرغم أن سيقة سوت خصومات كثيرة على الجهاز وتغيرت إدارة شركة سيقة وبكذا قررت أنها تنهي الجهاز في عام 2001 من أشهر ألعابة كرازي تاكسي جيت سيكت راديو شنمو وباع في أمريكا خلال أول أسبوعين 500 ألف جهاز في المركز السابع معنا جهاز الجيم كيوب جهاز الجيم كيوب المنزلي من التندو تم إطلاقها سنة 2001 والمنافس الجهاز بلاي سيشن 2 والإكس باكس وكان أول جهاز من التندو يستخدم السي دي أو ماذا يسمونه أبتوكال سي دي وصدر عليه مجموعة ألعاب رهيبة مثل The Legend of Zelda The Wind Waker Super Mario Sunshine و Metroid Prime و Super Smash Mini الجهاز باع 500 ألف في أمريكا في أول أسبوع و 69 ألف في بريطانيا بمجموعة 569 ألف جهاز في المركز سادس معنا جهاز بلاي سيشن 3 البلاي سيشن 3 صدر في سنة 2006 وهو منافس المباشر للإكس بوكس 360 كان أول جهاز يستخدم سيديات بلوري والأول مرة يقدمون خدمة بلاي سيشن نتوك وفي 2009 آلنوا عن نسخة سلم من الجهاز وهي 2012 آلنوا عن نسخة سوبر سلم الجهاز كانت بدايته بطيئة في الأسواد بحكم صعوبة التطوير عليه وسعره المرتفئ وما تحسن إلا بعد إصدار نسخة السلم مننا من أشهر العابة The Last of Us God of War 3 و Uncharted Rex Fortune الجهاز باع في أمريكا 197 ألف خلال أول وسبعين واليابان 81 ألف خلال يوم واحد فقط واستراليا وأوروبا 600 ألف خلال يومين بمجموعة 878 ألف جهاز في المركز الخامس معنا جهاز بلاي ستيشن 2 وهو يتبر جهاز الثاني من سوني أطلق سنة 2000 وكان منافس مباشر جهاز دريم كاست والإكس بوكس والجيم كيوب أهم ميزة فيه أنه كان يشغل الألعاب بلاي ستيشن 1 ويعتبر أعلى جهاز منزلي مبيعا في التاريخ بأكثر من 150 مليون جهاز واصدرت عليه حوالي 3800 لعبة مختلفة وأصدروا أكثر من نسخة مصغرة من الجهاز في عام 2004 وتم يقاب صنعه بشكل رسمي في سنة 2013 من أشهر ألعابة كيندم هارتز، متكي سولي 3، سنيك إيتر، وشايدة في كولوسوس باع في أمريكا في أول نهاية أسبوع 500 ألف جهاز وفي اليابان مليون جهاز خلال 10 أيام فقط بمجموعة مليون ونصف جهاز في المركز الرابع معنا جهاز نتندو وي وي جهاز نتندو المنزلي للجيل السابع صدر سنة 2006 ومن هنا بدأت نتندو بشكل واضح وبتصريف منها أنها تستهدف شريحة مختلفة عن المنافسين في وقتها اللي هم بلاي سيشن 3 والأكسوك 360 بحكم اختلاف التقنيات المستخدمة والألعاب وقدموا فيه خدمة الـ Virtual Console اللي تسمح لك أن تنزل الألعاب ليزل نتندو القديمة ومن أشهر ألعابه ماريو غالكسي 1 & 2 وزلدة وايلد برينسس باع في أمريكا الشمالية في أول ثمان أيام 600 ألف جهاز في الولايات المتحدة بالتحديد باع 476 ألف جهاز خلال أول أسبوعين وفي أوروبا 50 ألف جهاز خلال 10 ساعة واليابان 400 ألف خلال يوم وبريطانيا 105 ألف جهاز خلال يومين بمجموع 1.621.000 جهاز في المنزل الثالث معنا جهاز الإكس بوكس جهاز الإكس بوكس هو أول جهاز المايكوسوت في عالم فيديو جيمز تم إطلاقه في سنة 2001 لمنافسة بلاي ستيشن 2 ويعتبر ثاني جهاز ألعاب يتم صناعته من قبل شركة أمريكية من بعد جهاز أتاري جاكوار وهو الأول الذي قدم خدمة اللعب أونلاين مقابل المبرض عبر الإكس بوكس لايف من أشهر ألعابه هيلو كومبات إيفولف وبروجيكت غوثام ريسنج وديدولا لايف 3 باع في أمريكا 1.53 مليون نسخة خلال أول ثلاث الشهور واليابان 1234 جهاز خلال ثلاث أيام وبريطانيا 48 ألف جهاز خلال ثلاث أيام بمجموع 1.7 مليون جهاز في المركز الثاني معنا جهاز بلاي ستيشن 4 أكيد ما في مجل الشك أن جهاز بلاي ستيشن 4 ساهم بشكل كبير في إنعاز صناعة الإلعاب خصوصا بعد التنبؤات الكثيرة أن سوق الإلعاب للجوالات سيني سوق الإلعاب المنزلية لكن نجاح بلاي ستيشن أثبت العكس من أشتر العابة أنتشارتد 4 أثيفس إند بلاد بون هورايدن زيرو دون وقادو فور الجهاز باع مليون في أمريكا في أول يوم وخلال 15 يوم باع عالميا 2.1 مليون جهاز حول العالم وبكذا يكون أسرع جهاز يوصل هذا الرقم في فترة قصيرة والآن مع المركز الأول جهاز جنبوي أدبانس من شركة نتندو تم إطلاقه في عام 2001 وكان يعتبر أول جهاز محمول 32 بيت ملعاب المشهورة فيه كانت بوكمان روبي أنسا فاير وسبل ماريو أدفانس 3 يوشيز آيلند وأيضا فايل فانتسي 4 أدفانس وحقق نجاح كبير حتى في سنة 2004 أصدرت نسخة ثانية باسم جنبوي أدفانس اس بي الجهاز باع في أمريكا خلال الأسبوع الأول 45 مليون نسخة وفي اليابان 1.6 مليون نسخة خلال أول خمسة سبيع وفي بريطانيا 67 ألف نسخة بمجموع 46 مليون 714 ألف نسخة وهذه كانت أنجح الأجهزة التي صدرت في التاريخ أعطونا شراءكم في الحلقة وأيضا تشتركوا الاشتراك واللايك تشبه حلقات رهيبة مثل كذا وأيضا أعطونا أفكار ثانية لتوب تنز تونسوا لكم إياها شكرا المتابعة كما معكم في هذه الشيحة مع السنة شكرا